بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحيمين أريد أن أحدثكم اليوم عن سر هو ليس سرا هو مكشوف بس يعني هذا الأمر وجد له الكثير من الناس سرا في قضاء حاجاتهم وتفريج كروباتهم وكثرة أموالهم سبحان الله خلال هذا الأسبوع الماضي خلال هذا الأسبوع الماضي التقيت مع ثلاثة أشخاص أذكر حادثة واحدة من هؤلاء من عامة الناس صار معهما صار مع عامة الناس من خسران ماله وفقد معمله كان عنده معمل صغير في بعض المناطق المتضررة فكان يسير في اتجاه يعني متسارع في النمو الاقتصادي فجأة مع بداية هذه الأزمة انتكس وعاد إلى الصفر والحقيقة يعني حدثني عن مآسي عاشها خلال فترة يعني هذا هذه السنوات ثم إن الله عز وجل ألهمه بعد أن سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه من لزم الاستغفار لزم لزم يعني استمر ولازم وداوى من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا يعني ممما بعض الهموم من كل هم فرجا ومن كل ضيق أي ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب إني واضح الحديث ولكن الحقيقة هو في التطبيق قال لي والله أنا جعلت لنفسي ورد خلاص كلام النبي عليه الصلاة والسلام حق وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم فبدأ بالاستغفار وسأل أي أحسن أي صيغة للاستغفار أحسن فقال له أن سيد الاستغفار هو اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت إلى آخر وأيضا من صيغ الاستغفار قرأ أنه استغفر الله التي نستغفرها بعد الصلاة استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه هذه ورد في الحديث الصحيح أنها أنه من قالها ثلاثا طبعا وهو مقبل على الله من قالها ثلاثا غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف وإن كان فر من الزحف المسلمين يزحفون إلى الكفار هو بقى شوه عمل ريتير ونرجع لورا ترك المسلمين تصوروا هذه لو فتحنا كتاب الكبائر للإمام الذهبي نجد هذه الكبيرة من أوائل الكبائر اللي هي الفرار من الزحف فهذا الاستغفار ثلاث مرات أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه مع حضور القلب مع الله هون القضية يا أخوانا الله سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه وإن كان فر من الزحف فاللي بدأت بالاستغفار بهذه الصيغة وجعل يستغفر الله عز وجل ممرة ولا عشرة ولا مية يعني أقول له قال لي والله كل من يراني يقول هذا لا أعلم ما يصر له من كتر ما شافني حامل المسبحة أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي هيك مسبحة اثنين ثلاثة عشرة عشرين مئة قال لي والله يحلك بالله لأنني ستزرته في المعمل تبعه ومعمله يعني أشاء الله كان من أوائل المعامل الموجودة عندنا في الشام أو في المنطقة أيضا حتى هو كان عامل عادي عنده بعد شأوة العمر كله أسس معمل صغير بمنطقة راح فيها وراح المعمل وراحت كل القضية فقال لي الآن هلأ خلال أقل من سنتين أقل من سنتين ربي سبحانه وتعالى أكرمه بإنشاء معمل من كبار البصانع الموجودة في الشرق الأوسط ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعني عنده في المعمل سبعمائة عامل سبعمائة سبعمائة عامل هدول هدول أبدا أفضل العمال هدول العمال هدول العمال يعمل والله يا أخوانا هذا الشيء لمسته ليس أخو من أخو أثنين وثلاثين خلال هذا الأسبوع فكأن الله ألهمني أن أخذها رسالة هذه الرسالة هنبغي أن تبلغها للناس ما في حدا من بيننا إلا وفي عنده هم ما في حدا من بيننا نساء ورجالا إلا وعنده ضيق وعنده غم وعنده ضيق في ذات اليد طيب ليش ما نلزم الاستغفار ليش ما منسدق النبي عليه الصلاة والسلام ونلزم الاستغفار مبلغ والله استغفرنا يا أخي والله استغفرنا مصر معنا شيء هل استغفرت؟ والله ألف مرة لا يمشي الحال، تستغفر ليس على سبيل التجربة، لن نجرب الله نشوف أننا نستغفر، لنشوف ما يعطينا أو لا يعطينا، يفرج الهم ولما يفرج، يريدك كما تستغفر لحتى يحصل المراد لأن المراد قطعاً حاصل، وهي مسألة وقت، مسألة وقت، فداوم على هذا الاستغفار، أحدهم شخص آخر قال لي عرفت السر الإلهي، قال لي المفتاح، تبع باب السماء، قال لي أي شغل يريد إياها، أي شيء أريده من الله، الاستغفار، بدون أي شيء، خلص، حط بباله بده شغلة معينة، خلص، الاستغفار، بداوم على الاستغفار لحتى تتحقق، وقال لي أحياناً في أمور تطلب أحياناً بدأ أشهر لحتى تصير الله عز وجل يقضي ليها بأيام، والله، يعني هنا كنا نسمع قصة يذكرها مشايخنا عن الإمام أحمد بن حنبال، رضي الله عنه، إمام أهل السنة، مرة من المرات كان في طلب العلم، فراح على مناطق بعيدة يريد أن يطلب العلم ويسمع من العلماء، فوصل إلى منطقة ما أحد يعرفه، فصلى العشاء في مسجد، والدنيا كان فيها برد شديد، فبعدما خلصت الصلاة، جلس في المسجد يريد أن ينام فيه، عم يصلي عم يصلي عم يصلي عم يصلي، فأجى القيم تبع المسجد، القيم تبع المسجد، تفضل، خير لو أم لا تفضل، أنا مسافر، أنا رجل غريب، أنا أبن سبيل، قال له لا يوجد مجال، نحن نسكر، ما يعرفني بركي أنت كنت لص، سرقتنا الأشياء الموجودة بالجامع والحصر والسجاق، قال له، والله أنا لا لي لص، أنا طالب علم، قال له أبداً، لم يطلع، لم يطلع سيدنا أحمد، لم يكون هناك مأوى، لم يعرف أحد في هذه المدينة وهذه القرية، شحطوا القيم للمسجد، ودفش ودفش لحتى طالعوا برات الجامع وأغلق الباب، وانتهى الموضوع، من رأى هذا الأمر؟ فران يعمل بفرنه وبالخبز قبالة المسجد، تفضل، 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 قال له والله ألعوني من الجامع، قال له تفضل تعنا طول الليل عندي فاتح المحل، ابنيمك عندي، وعود ارتاح، والمحل دافي، الفرن شغال، للصبح، فالإمام أحمد جلس عنده، كان طبعا في بداية طلبه للعلم، ما كان إنه الإمام أحمد بن حنبل، قال فوجده يستغفر الله عز وجل كثيرا، طول هالليل يعمل بالاستغفار، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، سيّد الاستغفار، عم بفوت الخبز بالفرن، ويطالع استغفر الله العظيم، ينشرها، استغفر الله العظيم، فقال يا هذا ما رأيتك تكثره، يعني تزيد عن الاستغفار، كله استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، قال والله هذا وردي من سنين، ولقد رأيت له أسرارا عجيبة، قال له شو السر الذي رأيته في هذا الإقبال على الاستغفار، قال ما دعوت الله بشيء إلا أجابه ما طلبت شيء من الله إلا حققه لي قال له بس بيني بينك في وشغلي وحده والله أنا عم أطلبها من الله وما كانت تتحقق خير قال له والله أسأل الله عز وجل منذ فترة من الزمان أن ألتقي بإمام السنة أحمد بن حنبال فإمام أحمد بن حنبال قال له أنا أحمد بن حنبال وقد ساقني الله عز وجل إلي إليك سوقا طالعني كرفة من الجامع إمشان أنت تشوفني وأنا أحمد بن حنبال لذلك يا أخواننا والله الذي لا إله إلا هو هذا الأمر أقبله عليه يجعله ورد يا أخي يجعله ورد اشتغل بالاستغفار عندك أوقات تمضي هدرا أوقات كثيرة أوقات كثيرة لسانك لا يتحرك فيها أشغله بالاستغفار فلكننا نحن أحيانا بمناسبات الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام نكثر بين الصلاة على النبي شيء جميل لكن الاستغفار دائما هو المقدم وهو الأولى ليش؟ لأن الاستغفار هو ممحات الذنوب وبقدر استغفارك وإقبالك على الله وصدقك في الاستغفار صدقك في الاستغفار بقدر ما يغفر الله لك ذنبك وحينما تغفر ذنوبك تتطهر من العيوب فيأتيك الله عز وجل من لدنه بالخيرات والبركات لأنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة واستغفار فأنت العوائق التي هي الخيرات التي ستنزل عليك ما الذي يمنعها هو كثرة الذنوب كثرة الذنوب الآن يأتي واحد يقول لك والله عم بدعي بدعي الله سبحانه وتعالى ما عم يحصل الإجابة والله صلي زمان عم بدعي بهذه الشغلة الفلانية طيب أنت هل تعلم أنك سددت طريقة هذه الإجابة بكثرة ذنوبك يأتي واحد يقول لك والله ما فيه عنها الذنوب الحمد لله ما عنها الكبائر هذه الكلمة لحالة تعتبر من الذنوب هذه الكلمة لحالة من الذنوب يا هل ترى هل أنت إذا وقفت في الصلاة إذا وقفت في صلاتك هل أنت مقبل على الله في الصلاة هل لنحن صلينا المغرب صلينا المغرب نحن برمضان كله كان درسنا في الصباح وفي العصر عن حضور القلب مع الله في الصلاة الإنشغال بالله في الصلاة عن من سوى هذا الخشوع ستين درس تقريبا كلها تتحدث عن هذا حتى نساوي دورة تدريبية للخشوع والإقبال على الله في الصلاة هل خمس دعين نحن صلينا لصلاة المغرب هل حضرت فيها مع الله هل كنت حاضر القلب فيها مع الله يعني من أول ما قلت الله أكبر تخاطب نفسك بأن الله أكبر من كل شيء فينبغي عليك أن تنشغل به ولا تنشغل به عنه بشيء والحمد لله رب العالمين فاتحة هل كنت حاضر القلبي فيها مع الله فاتحة سواء تبعك أو اللي قرأها الإيمان حتى بالسنة اللي صليتها بعدها شلون كان نسبة إقبالك على الله فيها هل هي مئة بالمئة تسعين بالمئة سبعين بالمئة لما غبت كليا عن الله في الصلاة هذا أليس ذنبا انشغالك بغير الله عن الله عز وجل في الصلاة أليس ذنبا وأنت عابد تقول له إياك نعبد وإياك نستعين عابد تخاطبه تقول له إياك نعبد لماذا أنت كنت يخاطب الله في الصلاة والله كثير مننا والله لما خاطب الله في الصلاة ولا حتى سمع ولا حتى شعر أن الله عز وجل يجيبه في الفاتحة إذا قال الحمد لله يضم بالعالمين يقول الله عز وجل حميدني عبدي شعرت بهذا خطر على قلبك أنه الله عم يجاوبك في الصلاة إذا إذا ما كانت هيك صلاتك معنات الصلاتة ليس تريد أن تريد ثلاث مرات استغفار أريد أن أقدم منه على عشرين مرات استغفار ما عمن سأبيك بائر لا عم نشرب الخمر الحمد لله ولا عنا روحات العجيات هذه الصلاة حالة تقصيرنا فيها يحتاج إلى استغفار حتى استغفارنا بعد الصلاة استغفر الله العظيم الذي لا ينى إلا هو الحيا القيوم وأتوب إليه يا هل ترى أنت عب استغفر الله استغفر ما معنات استغفر يعني أطلب المغفرة من الله يا رب أطلب منك المغفرة سامحني يا رب يا هل ترعب يخطر على بالك أنك عبر تخاطب الله ذلك سيدي رابعة تقول استغفارنا يحتاج إلى استغفار استغفار تبعنا بده استغفار فهذا الأخ والله لمست منه صدقا استغفروا الله لكن ما الذي حدث أهلا هذا يا دكتور ما حدث بعدما الله أكرمه وفتح عليه وقال لي ما عدت أعرف الآن يعني ما أريد أن أشغل الأموال التي الله أكرمني فيها نسي موضوع الاستغفار فوالله لما صار عم يقول لي أنه أنا والله يعني الصبت الآن أشعر بإني قللت ما نسي نهائيا ولكن قل عنده موضوع الذكر هو عم يحكي هذا الكلام عم يبكي والله تنزل دموعه من عيني أنه أنا أصرت عم بخجل من الله أنه أنت تميت عم تستغفر لحتى الله أكرمك وعطاك وهلأ يعني تميت أصلي حتى حتى حصلي فلما حصلي قال لي لا إن شاء الله ما بدي يكون فعرضت عليه عدة أمور لكي يستدرك ما فات الاستغفار يا أخوان رد برجع من قول ما لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا أي هم أي هم عندك سواء على صعيدك الشخصي في ذفسك في مالك في جسدك هذه إن شاء الله أنا بلشت أنا حقلكم بلشت بلشت بورد إن شاء الله وأرجو الله على عدة يعني على عدة أمور وأرجو الله سبحانه وتعالى يقيني بالله أنه سيحقق إن شاء الله أي شيء يصيبك أكثر من الاستغفار مفتاح مفتاح أقول لك هذا مفتاح فلان هو فلان مفتاح الشغلة الفلانية إذا بدك تنفتح عليك أبواب الخيرات إلزم ما يعني إلزم يعني كأنه مع الهواء والنفس إلزم الاستغفار ما بنا تم نماسكين المسبعة وإستغفر الله والله يقول عننا مجنون نفس الكلب يقول الأخ قال لي والله حتى بعض الناس يقول والله هذا فلان ليس حالهم فقد عقله هناك حديث عن النبي واذكروا الله حتى يقولوا مجنون يعني أكثروا من ذكر الله حتى يقولوا ما جن الزلمين حتى في رواية المستهترين بذكر الله يعني وصلوا إلى درجة يعني الإكثار من ذكر الله فهلأ خلينا يا شباب كل واحد على هو همه وعلى هو حاجته عند الله سبحانه وتعالى يكثر من الاستغفار لا بدك تمسك المسبعة بدون مسبعة لحالك شغل لسانك لكن سبحان الله هذه تسمى المسبحة ما يعني تذكرك بالتسبيح تسمى مذكرة تذكرك بالله سبحانه وتعالى لذلك أحد كبار أولياء إلا الصالحين وهو على فراش موته رأوه يحمل المسبحة قالوا له لهلأ ما شاء الله حاملها خلاص قلبك شغال بالذكر قال شيء وصلنا به إلى الله فمن الوفاء ألا نتركه حتى نلقاه شيء وصلت فيه إلى الله الذكر الذكر هو طريقك إلى رضا الله سبحانه وتعالى ومن الذكر الاستغفار فإذن نحن هلأ بعد الربع ساعة حكينا بدنا نأكد على الاستغفار بقدر همك وبقدر غمك وبقدر تسكر الأبواب ويوشك يفتحها بالاستغفار واستنزل الخير من السماء بكثرة الاستغفار ما نحافظ الآية مهي بسورة نوح عليه السلام فقلت استغفر ربك إنه كان هذه أول وحدة أن الله يغفر لك ذنوبك بالاستغفار لماذا؟ لأن أنت تطلب منه أنه يغفر لك وأنت صادق ليس لسانك شغال إذا بدك لسانك يشتغل بس من الآن يبطلها لا تذكر لا لا تستغفر بدك لسانك مع قلبك هذا الهدف عم تطلب من الله أنه يغفر لك الله الله بضيمة إذا أنت عم تستغفر لأبيك في الحديث الصحيح قال إن الله عز وجل ليستحي أن يعذب العبد بعد موته وله ابن في الدنيا يستغفر له قال إذا مات أبو وأبوك تعرف أنه يعني عم تستغفر له مصر قال الله بيستحي أن يعذبه لماذا لأنك أنت عم تستغفر لأبوك إن الله لا يستحي أن يعذب عبده بعد موته وابنه في الدنيا يستغفر لها ليس فقط الله بيستحي عذبه الله يرفع له الدرجة فقد ورد في الحديث إن العبد لا يرفع درجة في الجنة بعد ما يموت لأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار وهي مرحلة القبر فيرفعه الله في الجنة درجة فيقول أي ربي بما هذا ليش رفعوني يعني ما عرف أنا شو بساوي قال إن ولدك في الدنيا قد استغفر لك يا سلام والله لذلك الإنسان يجب يعرف حاله إن استغفار لأبيه وأمه هو سبب في رفعة درجاتهما ويقصر والله بيكون هذا يعني العقوق راكبه من فوق لتحت بتعرف إنه لما بتستغفر لأبوك الله بيرفع له درجته وتستغفر لأمك الله يرفع لها مقامها في الجنة ويخفف عنها العذاب ويصرف عنها العذاب وأنت مقصر استغفر لك ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات هذا نوع من أنواع الاستغفار أنا نصحت لهذا الشاب أنه بس يعني يكثر حتى ما يصير الإنسان عنده حالة من الملل أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي بقيوم وأتوب إليه سيد الاستغفار استغفار سيدنا يونس لا إله إلا أن سبحانه إني كنت من الظالمين يعترف أنه كان من الظالمين أميه يونس نبي الله يشتغل بالدعوة سنين ما حدا آمن فيه قال لحاله بروح لعند ناس آخرين بركب يؤمنوا على إيدي فربنا سبحانه وتعالى حبسه في بطن الحوت لأنه سوا الأمر هذا من رأسه ما إجال وحي قال لحاله بروح لعند ناس تانين حاجتنا دولة ما القلبي منهم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون شو كان يقول لا إله إلا أنت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت هذا التوحيد سبحانك التسبيح إني كنت من الظالمين الاستغفار والإقرار والاعتراف فلولا فنادى في الظلمات أنه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بعدين شو فاستجبنا له ونجيناه من الغم في هناك غم أعظم من هذا الغم واحد محطوط ببطن الحوت ولا حدا شايفه ولا حدا بإحسن يطالعه والحوت ماشي في بطن البحر وفي ظلمات البحر وبالليل من الذي نجاه الله ببركة استغفاره اعلم بأن الاستغفار سبب للنجاة من كل هم وغم والله في أخت أنا بتذكر حكتي كمان الله أكرمها يعني بشو بدي لكون يعني شيء لا يتصور كانت أرضها بمكان مات زوجها أبوها طلع لها الأرنيم الزوجة مات زوجها ترك لأولاد مهم لن يطالعوها من الأرض بعدين يستملكوها كانوا بعدين تغير التنظيم ببركة الاستغفار ست شهر تم استغفار الله سبحانه وتعالى ست شهر اتحولت الأرض من استملاك إلى تنظيم ما يسموها تنظيم ما هي فبني اشتروها الأرض تبعها عمروا عليها ثلاث بنايات صار عندها مليارات ما بدنا نحن يعني نقول والله نستغفر لشان الرزق ولكن والله والله في خير سر الذي يلزم الاستغفار يعني قد يكون واحد مبشا الغناء فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء هاي واحدة بعد الله ما بيغفر لك يرسل كمان السماء عليكم مدرارا والسماء هي وفي السماء رزقكم فينزل عليك الرزق مدرار من السماء مدرار مو نقطة نقطة حبال مدرارا ويمديدكم بأموال وبني ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا هي في الآخرة كمان لذلك وظيفة اليوم وظيفة اليوم أن نداوم على الاستغفار نداومها مميت مرة وعشرين مرة خمسين مرة خصوصا إذا كان هذا الاستغفار في وقت السحر في الوقت الذي ينزل فيه ربنا إلى السماء الدنيا ويقول هل من مستغفر فأغفر له أول وحده استغفر هل من مستنصر فأنصره هل من مسترزق فأرزقه هل من كذا حتى يؤذن الفجر ويطلع الفجر معناته أول شيء الاستغفار بيغفر لك الله وانا سمعتها من كثير من علمائنا أن الإنسان إذا أراد شيئا من الله سبحانه في الدعاء فبعد ما يحمد الله سبحانه وتعالى إن الله يحب أن يحمد ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول شيء بيطلب المغفرة يا ربي تغفر لي أو يستغفر لذلك أغلب الدعاء تبع الأنبياء قال سيدنا سليمان ماذا دعا قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد يطلب شغلة كبيرة ملك لا يمكن أن يحوزه أحد بعد سيدنا سليمان سخر له الجن وسخره الجبال وسخره الطير الدنيا كلها كانت مسخر لألوم تحت إيده فقال اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد فأطلب من أول شيء الاستغفار استغفر ربك ثم بعد ذلك أطلب من الله ما تشاء إذا كان استغفار في وقت السحر لماذا لا ينبغي لأحد إذا كان هناك هم ينبغي لأحد منه جبال وفيه بواب مسكرة كلها لا ينفتح منها وعنده ضيق لا يعلم به إلا الله يقعد يمسك فلان ويمسك فلان والله يا أخي من شاء الله تعيي لي والله هيك 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 صاير معي يا ربي دخي لك شو ساوي ما بعرف ورد بمسكها ندريت شو صار معي لا والله خير ورد بكرر له القصة من أولها لآخرها لك بدل أن تمسك فلان وفلان وفلان وتعد تشكي همك لهم وهم عبيد مثلك لا يملكون شيئا من بهذه ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه من الذي يقول للشيء كن فيكون في غيره سبحانه وتعالى عود معه ليش مسكر على حالك الباب افتاح البواب وعود مع الله أنا جليس من ذكرني وخصوصا إذا كان في وقت السحر أقرب ما يكون العبد من ربه في الليل الآخر قبل الفجر هذا أقرب ما تكون من الله لأبواب مفتوحة مشرعة والطرق خالية ليش لأن السالكين قلة يصلي أول الليل أكتر أما يصلي آخر الليل يستغفر ويذكر الله في آخر الليل هم القلة لذلك عود قبل الفجر بساعة فز وقال له يا رب استغفرك واتب إليك استغفرك واتب إليك تستغفر عبد خاطب الله عز وجل في قلبك وروحك وكل كياناك وعم تطلب من الله أن يفتح عليك القضية الفلانية تبع دعاء سيدنا يونس النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال دعوة ذنون دعوة ذنون يعني سيدنا يونس لا إله إلا أن ذنون يعني ذن الحوت دعوة ذنون ما دعا بها مسلم في أمر من أمور الدنيا والآخرة إلا استجاب الله له يا الله يعني نحن نحن نقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أنا مع بدعي في الحاجة بألبي بس أنا عب أكثر من هذا الاستغفار حتى الله يحقق لي هذه الحاجة اللي أنا في ضامرها بألبي هذا معنا إذن يستغفر الله وببركة الاستغفار الله عز وجل يكرمه بتحقيق المراد من جاهز كلها يأتنا إن شاء الله ما هي ما فينا حاجات عند الله أي شيء شغل لسانك عود لسانك بكثرة الاستغفار نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إن شاء الله من المستغفرين والمستغفرات كما ورد في الآية والحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا من المستغفرين بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اشتركوا في القناة